اشتركوا في القناة الوحدة الاولى الدرس الرابع درسنا لهذا اليوم هو ايضاً قواعد درس اليوم رح يتم اخذ ثلاث مواضع للقواعد لكن كل موضوع من ادهيه هو قصير وحلو درسنا هذا اليوم قصير وبنفس الوقت حلو ومفيد ممكن نستفاد منه هواية بحياتنا اليومية طريقة تعبيرنا لان الاشياء اللي رح ناخذها بيه هي كلها اشياء عملية ومفيدة نستفاد منها بالمحادثات اليومية بدايلي كامورزيشن زين الآن رح نبدي مع موضوعنا الاول وهذا اليوم هو يعني هي من اسمها مبينة خلي نعرف شنو يعني افعال حب وقره like and hate like تجي بمعنى يحب أو يعجب hate الاوبزيت ما لت يعني عكسها زين تستخدم هذه الافعال للتعبير عن الشعور بالحب او الاعجاب او الكره تجاه شيء او شخص ما يعني احنا عدنا مجموعة من الافعال او ممكن نسميها ادوات او افعال بس هي الاصح افعال باعتبار هي كلها افعال نستخدم هذه الافعال لما نريد نعبر عن شعور محدد شنو هذا الشعور اذا كان هذا الشعور حب او اعجاب او كره يعني اذا انت تحفت شيء معين رحت تعرف شو ممكن اتعبر عني مثل من انت اذا تحب مثلا انت اذا تحفت لون محدد تقول اني احب اللون الاسود هتعرف شو ممكن شنو بفعل المناسب اللي ممكن تستخدمه حتى تعبر عن حبك لهذا اللون وايضا في نفس الوقت رحت تتعلم كيفية تعبير شون تتعلم انه تعبر عن الكره تجاه شيء محدد مثلا انت تكره مكان معين تقول اني اكره هذا المكان اذا رحت تتعلم شو ممكن تتعبر عن الكره بطريقة صحيحة ازين هذه الافعال هي شنية ركزوا يا ايا لاحظ اهنانا كل هاي افعال طب احنا نعرف الجملة تبدأ بفاعل هذا الشي احنا متفقين عليه الفاعل اللي احنا نعرفه نعرف الفاعل انه هو يكون اما اسم او ضمير الاسم اما ان يكون اسم مفرد مثل اي اسم عادي قلنا مثل احمد محمد علي او ممكن يكون اسم جمع بلورال مثل او ممكن يكون ضمير وضمار الفاعل احنا اللي نعرفه هي تمام زيان بعد الفاعل شنو نستخدم نستخدم احد هذي الافعال وبعد هذي الافعال اللي هي افعال الحب والكره نستخدم فعل يحتوي على ing تمام يعني وين ما تلقى هذي الافعال لما نتحب تعبر عن شي لازم تستخدم للفعل اللي بعدها الآي انج اوكي فإحنا عدنا شنو هالافعال عدنا like plus verb with ing v هي اختصال لكلمة verb which means فعل like plus v with ing like بمعنى يحب أو يعجب don't like لا يحب أو لا يعجب بي plus verb with ing hate بمعنى يكره plus verb with ing love بمعنى حب plus verb with ing refer بمعنى يفضل plus verb with ing enjoy بمعنى يستمتر وإيضا بنفس الوقت منه ممكن تأتي بمعنى يحب plus verb with ing زي خلينا أخذ مثال بسيط حتى نفتم هذا موضوعا أكثر yes for example I like I like cooking أنا أحب الطبخ لحظة هنا عبرت عن حبي للطبخ شون عن طريق استخدام الفعل like the verb like plus verb with ing plus the verb استخدمت الفعل cook يطبخ لكن غفت إلى ing فصار cooking الطبخ I like cooking yes we have the second example they hate playing chess هم يكرهون لعب الشطرنج chess means شطرنج لعبة الشطرنج hate بعد الفعل hate يكره استخدمنا الفعل play وأضفناها ل-ing فصارت they hate playing chess لاحظوا شون أنه موضوع حلو بسيط عبارة عن فاعل بعد الفاعل تخلي أحد هذه الأفعار ومن ثم فعل يحتوي ing انتهت السال في النهاية تكمل الجملة إذا عندك تكملة زي هسا رح ناخذ موضوع أيضا ممكن نقول أنه أيضا إلى علاقة بالموضوع الهسة اللي هو using adjectives to describe رح نعرف هنا موضوع مرتبط أيضا بموضوع أفعال الحب والكرو يعني احنا مثل ما نعرف هي أكثر مواضيع باللغة الإنجليزية مرتبطة واحد بالآخر موضوع using adjectives to describe means استخدام الصفات للوصف رح نتعلم شون إحنا من الممكن نستخدم الصفات للوصف إحنا عرفنا إنه من الممكن نستخدم بعض الأفعال أوكي إنه من الممكن إنه إحنا نستخدم بعض الأفعال حتى نعبر عن شعورنا بالحب أو الكروه تجاه شيء أو شخص ما زيان هاي صفة ديوصفة أو وصف فيلم بإنه ممل هذا الفيلم ممل أو وصف لون ملابس يعني مثلا ديوصف تقول عنه طويل شعره أسود يرتدي قميص أخضر وهكذا يعني لما مثلا صادفك حادث ديوصف الشخص التقيت بي في مكان ما لشخص آخر فأثناء الحديث يقول لك أوصف لي هذا الشخص لما توصف تقول لي هذا الشخص طويل شعر أسود يرتدي قميص أخضر وإلى آخر هاي أنت الصفات اللي دي استخدمتها شنو أن أنت ديوصف هذا الشخص فهذه أيضا تسمى صفات تمام ناخد أيضا أمثلة حتى نفتهم موضوعنا أكثر For example I like clever people أنا أحب الناس الأذكياء I don't like red shirts أنا لا أحب القمصان الحمر I like helpful people أنا أحب الناس المفيدين يعني اللي يساعدون الآخرين ممكن نقول أيضا تمام شوف لحظة هنا نحن أيضا نستخدم like don't like وهنا نستخدم بعد هالصفة تمام يعني نحن هنا تركيزنا طبعا على موضوع الصفات نحن هنا like I like clever people هنا نستخدم clever بمعنى ذكي يعني أنا أحب الناس الأذكياء I don't like red shirts أنا لا أحب التيشرتات أو القمصان الحمر I like helpful people الناس المفيدة مفيد أحمر ذكي كل هذه الصفات زين حسا رح يصير سؤال تقولون زين احنا قبل شوي شرحنا أفعال الحب والكره اللي هي like don't like like يعني هي هاي الأفعال قلتوا إنه إحنا قالت القاعدة مالتنا إنه لازم نستخدم بعدها فعل يحتوي على int صحيح زين إذا صحيح هناك أضفنا ing زين هنا شون احنا استخدمنا هذه الصفات بعدها أقول لك الطريقتين صحيحة هناك كانت هي أفعال الحب والكره هناك الشعور الشسمة تركيز الجملة شان مركز على الشعور نفسه فلهذا استخدمنا فعل y and g best like don't like هاي أيضا نقدر بنفس الوقت نستخدم بعدها الصفات فهذه صحيحة وهذه صحيحة المهم يكون استخدامك للجملة الصحية حسب أنه تركيز الجملة مالتك على شون رح يكون فإنه أيضا رح تعتمد شون على معنى الجملة احنا مثل ما نعرض يعني أكثر المواضيع بالانجليزي تعتمد على المعنى أكثر ما تعتمد على القاعدة هذي القاعدة يحطو حتى نمشي عليها كفتش قياس نمشي عليها بس مو بكل شي أكو مواضيع ما نقدر نلتزم فقط بالقاعدة نتحدد بها لا لازم نطلع عنها شوي حتى تكون عندنا جملة مرتبة من ناحية المعنى والكتابة تمام زي خلينا أخذ إهنان أمثلة أوسع نطيدك إهنان النوم اسم وآجكت في صفة شو من ممكن أن الأسم تحويت إلى صفة فإهنان حتى تتعلم الفرق ما بين الاسم وما بين الصفة الاسم هو عبارة عن أنه شنو قلنا طبعا سابقا أخذنا النوم ب the first lesson of this unit قلنا النوم هو name to describe something قلنا الاسم مو فتشي حتى أنه شنو يعبر عن شيء أو شخص ما هو فتشي عبارة عن تعبير مجرد كلمة تستخدم الفتشي معين تمام أما الصفة هي من اسمها الصفة توصف شيء أو شخص ما زي نخذ هذه الأمثلة kind لطافة kind لطيف دي تلاحظ الفرق طبعا بالانجليزي إذا تلاحظ نفس نفس الشسمة ونفس اللفظ لكن بالعربي المعنى يختلف لطافة اسم لطيف صفة أيضا تقدر تطلع صفات أكثر من خلال استخدام الدكشيناري القاموس happiness سعادة happy سعيد friendliness يتصرف بلطف friendly لطيف laziness كسل lazy كسول quiet هدوء quiet هادئ sadness حزن sad حزين washing غسل washable قابل للغسل تلاحظ هذه الصفات أتمنى منكم تحفظوها تفهموها تحفظون لسبيل نقمالته هذه أيضا إن شاء الله أنه تفيدكم أكثر على المواضيع القادمة ننتقل الآن إلى موضوعنا الآخر بدرسنا لهذا اليوم نحنا قلنا اليوم نحنا أخذ ثلاث مواضيع ثلاثة طبعا صغيرة وقصيرة وحلوة بنفس الوقت يعني لاحظت ذلك موضوعين قصيرات مفيدة حلوة استفادية منها وجدا قصيرة وما بها أي شي مزعج له معقد آخر موضوع لهذا الدرس وأيضا يعني بمحاضرة اليوم لأن إحنا بلسن فور اللي هو الدرس الرابع بالكتاب عدنا أكثر موضوع قواعد عدنا به البرزن بيرفكت عدنا السنز والفور الهاو لونج وأيضا الآن أخذنا بهذا الدرس شرحنا شرحنا verbs of hate and like using adjectives to describe and now we will take relative clauses to describe زيان خلينا شرح relative clauses to describe which means ضمائر الوصف للوصف إحنا طبعا بالإنجليزية توجد العديد من ضمائر الواصل ضمار الواصل يوجد من عدة فوائد إحدى فوائد هي ربط بين الجمل وأحد الفوائد الأخرى لها أيضا تستخدم للوصف ضمار الوصف العفو ضمار الواصل هي الهو الهوز وات وين هذه تعتبر كلها ضمائر واصل تمام جمعة الو اتش يعني أكثرها تعتبر ضمائر واصل لكن الحلو بهذا الدرس شنو أنه إحنا رح ناخذ فقط ضمير واصل ضمير واصل واحد اللي هو 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 يستخدم هذا الضمير مع العاقل الأشخاص إحنا ما أخذينا الهو الهو تستخدم للأشخاص تمام مع العاقل شخص عاقل هو الأشخاص بمعنى من زين شو نقول علي يتم استخدام ضمير الواصل هو عندما نريد وصف شخص أو مجموعة من الأشخاص يعني لما نتحب توصف الشخص مجموعة من الشخص أيضا من ممكن استخدامه إذا لاحظت بدرس هذا اليوم أكثر دي دي توصف الأشياء والأشخاص استخدم أفعال الحب والكروه حتى يعني توصف يعني تعبر عن حب كروه إلا إلا تعتبر هاي وصف استخدم الصفات هنا أنا أيضا استخدم ضمير وصل حتى يعبر إني يعني حتى يوصف إني في شيء أيضا محدز For example I like people who help others أنا أحب الناس الذين يساعدون الآخرين Who هي احنا مغضية بمعنى من أنا I like people من يساعد آخرين أو الذي ينتج معنى من أو الذي حسب معنى ها بالجملة تمام Second example I dislike people who are noisy أنا لا أحب الناس المزعجة تمام دتلاحظ هنا نشلون استخدمنا بهاي الجمل أفعال حب الكروه استخدمنا like dislike استخدمنا الwho ضمير وصل وأيضا استخدمنا noisy هنا صفة help others أيضا وصف فتمام هاي عرف لنه أكثر من طريقة من ممكن استخدامها من ممكن استخدامها لوصف شيء ما أو شخص أو شخص أو مجموعة من الأشخاص أوكي لهنان موضوعنا لهذا اليوم فقط يركز على القواعد أي شيء مواضح أي شيء معقد عدتكم بس كتبوا لأسئلتكم إن شاء الله كل الأسئلة أجاوبكم عليها وإن شاء الله نشرحها أكثر هميا دعوني نشرح Hoy شكرا المترجم للقناة